اشتركوا في القناة في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تسجيل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وستة وستين حالة وفاة خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية أمواج عاتية اجتاحت الشريطة الصحيلية الأطلسية على مستوى سيد موسى بسلا جرفت معها قطعا صخرية من مختلف الأحجام المد البحري شمل أيضا عددا من الشواطئ من بينها شاطئ عندياب بالدار البيضاء موسيقى ميناء العرائش على السحل الأطلسي قطب استراتيجي للصيد وأهمية قصوى يكتسيها في تثمين المنتوجات السمكية وإنعاش الاستثمارات البحرية أهلا بكم من جديد قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة مغربي يوم أمس والتزاما من جلالة الملك عزه الله بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا فقد أبى جلالته إلا أن يتم أحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص وبحضور جد محدود حفظ الله مولانا الإيمان بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر وقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مشب يحتفل العالم الإسلامي اليوم إذن بذكرى مولدي خير الأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوكي ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوكي ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ودعواته لله تعالى بأن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعا بوفر الساحة والطمأنينة والرخاء وبهذه المناسبة الدينية توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد كما توصل جلالته نصره الله ببرقية تهنئة مماثلة من رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم تسعمائة واحد وثلاثون شخصا وهم كالآتي المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم ستمائة وسبع وسبعون نزيلا وذلك على النحو التالي العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة مائتين وثلاثة وسبعين نزيلا التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة أربعمائة نزيلا تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة أربعة نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم مائتان واربعة وخمسون شخصا وزعين كالتالي العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة ستة وسبعين شخصا العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة اثني عشر شخصا العفو من الغرامة لفائدة مائة وثلاثة وستين شخصا والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة ثلاثة أشخاص أبقى الله سيدنا المنصورة بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجلي المولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مشيب وبعث صاحب الجلال الملك محمد السادس صلى الله برقية تهنئة لرئيس جمهورية تركيا فخامت السيد رجب طيب إردوغان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني كما بعث جلالة الملك نصره الله برقية تهنئة لفخامت السيد وفيل رامكا لوان وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية السيشل كما بعث جلالة الملك نصره الله برقية تعزية وموساة لأفراد أسرة المرحوم لحبيب هراس الذي ذهب ضحية اعتذاء إجرامي شنيع بالسجن المحلي تفلت إثني ومما جاء في برقية جلالة الملك علمنا ببالغ الأسى وشديد الاستنكار بالنبأ المفجع لفقدان المشمول بعفو الله ورضاه المرحوم لحبيب هراس أثناء قيمه بواجبه المهني في السجن المحلي تفلت إثني وقال جلالة الملك في هذه البرقية وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى أهلكم وذويكم وإلى جميع زملائه في العمل وأسرته الكبيرة بالمندوبي العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن أحر تعزينا وأصدق مواساتنا سائلين الله عز وجل أن يرهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العساء برقية تعزية ومواسات ممثلة بعثها صاحب جلالة الملك محمد السادس لأفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي محمد المليحي الذي وفاته المنية أمس في باريس متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا ومما جاء في برقية جلالة الملك تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المحزل وفاة المشمول بعفو الله ورضاه الفنان التشكيلي المرحوم محمد المليحي الذي برحيله المؤلم فقد الفن التشكيلي المغربي المعاصر أحد رواده الكبار المشهود له بالإبداع والتألق وطريا وذوليا للاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف مقاصد ودلالات خاصة تعبر عن الفرحة بميلاد شخصية غيرت إلى الأفضل مجرى البشرية وأخرجتها من الظلمات إلى النور وكذا المغاربة من السبقين في العالم الإسلامي لاحتفائي بهذه المنسبة العظيمة أمجيت حلوي وحاية فخري هو رسول الرحمة المهدات والدعوة الخالصة النيرة هو القدوة وسراج الأمة جاء بنور الهدى وأنقذ البشرية من الضلام والشرك والوثانية هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعدم رجل عرفته البشرية ومن ثم فالاحتفال بميلاده هو احتفال بولادة الفجر الأعظم وفرح بالرحمة الربانية المهدات هذا الاحتفاء هو شكر على هذه النعمة الربانية المسدات ففي فجر يوم الاثنين الثاني عشر من هذا الشهر أكرم الله البشرية كلها بميلاد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن منطقتنا هذه المباركة من مملكتنا الحبيبة خصها الله تعالى وميزة بميزة كبرى حيث كانت هي منطلق هذا الحادث العظيم ألا وهو احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سباقة ورائدة في هذا الباب لقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أروع مثل في التضحية بالغالي والنفيس من أجل أن تضيء القلوب أنوار الإسلام اهتمام المغاربة بالمولد النبوي وبالسيرة النبوية اهتمام قديم جدا يدل على ذلك كثرة المؤلفات التي ألفوها ويكفي فخرا أن تاني أكبر كتاب من حيث النشر في العالم بعد القرآن الكريم وكتاب دلائل الخيرات الذي شرق وغرب كذلك من الكتب المهمة جدا التي أبدع فيها المغاربة وهو كتاب ذخيرة المحتاج وكتاب الشفى للقاضي عياد وكتاب الرون الأنوف للإمام السهيلي إن الاحتفال بمولد خير الأنام هو استحضار لسيرة عليه السلام بما تشتمل عليه من مكارمة وكمال ومعجزات من العادات المرافقة لذكرى المولد النبوي الشريف التزاور والتلاقي واجتماع أفراد العائلة وكذا السفر إلى وجهات عديدة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لكن الجائحة حالت هذه السنة دون ذلك الربرتاج من العاصمة الرباطة التي تخلد للهدوء تجنبا لعدوى الوباء زيناء تلا من أمهديش طيبي بالكاد تدب الحركة في شرايين العاصمة أقفرت الشوارع كأن القوم أخذتهم سنة من النوم في واضحة النهار غابت مظاهر البهجة ولقاء الأحبة أناء الأعياد والعطل حديقة الحي لاذت بالصمت حسرة على أطفال كانوا يملؤون جنباتها سخباً غابوا اضطرارياً بسبب الجائحة لنستطلع أمر المحطة في يوم عطلة يبدو أن السفر سقط في يوميات كورونا حتى تلك المشقة المشوبة بالمتعة في السفر لم تعد ممكنة قلة فقط من الحافلات تربض متطلعة لمسافر قد يأتي أو لا يأتي كنا نصل إلى تقريباً 400 حافلة في النار هذه السنة الظروف التي نعيش فيها كان نصل إلى 180-170 كأنها بعيدة تلك الأيام التي كانت فيها المحطة تعج بالمسافرين والباعة وهدير المحركات وشبابك تتعالى فيها الأياد طالباً لورقة السفر 25 فقط من الحافلات التي تقل المسافرين لوجهات ما زالت مفتوحة عطلة في زمن استثنائي ألزم الناس البيوتات وأطفأ فرحة التراقي وفرد تباعداً وغياباً حتى تقاسيم الوجه اختفت وراء قناع أصبح ملاسقاً ليوميات الجائحة انتعش في الأونة الأخيرة التصويق عبر المنصات التجارية الإلكترونية إقبال تزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف إذ تحتل منتجات الصناعة التقليدية الصدارة من حيث طلبات الزبائن والصناع الروبرتاج لفتح أمغار وعشور بمسعود منصة التجارة الإلكترونية عرفت في الأونة الأخيرة انتعاشاً ورواجاً تجارياً بفضل تسويق المنتجات عن بعد ومن بينها منتجات الصناعة التقليدية ذات الطلب المتزيد عليها بمناسبة الاحتفاء بدكرى عيد المولد النبوي الشريف نحن في واحد الضاكفة لعيد المولد النبوي المنتوجات التي عليهم طلب بزاف هم المنتوجات الصناعة التقليدية كما تصوى الجلبات كما تصوى البلاغي عليهم بالفعل طلب بزاف بالنسبة لأيامات الماضية منصة الإلكترونية تجارية تقوم بدور الوسيط بين الصناعة التقليديين والزبناء الذين يفضلون اقتناء المنتجات الجاهزة عبر منصة التسويق خصوصاً في ظل الضرف الستنائية التي تعرفها بلادنا العملية لقيت إقبال كثير بالنسبة لقاء صناعة تقليديين لكينين في المغرب لدينا بزاف صناعة تقليديين لحلوا متاجر إلكترونية وبدوا يديروا البروديوات ويديروا المنتوجات وأنهم يوصلوا لقاء الزبناء في المغرب تقافة التسويق عبر المنصة الإلكترونية تعتبر أحد تقنية مفضلة لدى بعض الزبناء لأنها تساعدهم في ربح الوقت وتغنيهم عناء التنقل نحو المتاجر وبالتالي الحصول على طلباتهم في الآجال المحددة في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تم اليوم تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 3320 حالة شفاء و66 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية حصيلة جديدة رفعت عدد الحالات النشطة بالمملكة إلى 33555 حالة ومجموعة حالة الشفاء التاملة 174911 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3572 لتستقر نسبة الفاتك في 1.7% وأمام ارتفاعي حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من جهة المملكة تشدد السلطة المحلية من التدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء مع دعوة المواطنين للالتزام بالشروط الوقائية النموذج نتابعه من عملة سلا في روبرتر جيسيم بن جلون ومهدي جتيبي قبل ساعات كانت هذه الأحياء والشوارع تضج بالحياة قبل أن يصبح صوت إغلاق المحال هو الضجيج الوحيد الذي يملأ المكان هنا تجوب سلطة المدينة من جديد الشوارع لتطبيق التدابير الاحترازية خشية دراوة الموجة الثانية من الجائحة في تفاصيل التدابير الجديدة إقفال المحال التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة مساءً ما خلف ردود فعل مختلفة لدى المواطنين في حين تسوء الوضعية الوبائية في مختلف أرجاء المملكة تتنامى معه هواجس العودة إلى المربع الأولي في مواجهة جائحة كورونا ما يثير تساؤلات عدة عن إمكانية العودة للإغلاق التام في ظل تطور وبائي متسارع قد يبعثر الحسابات والتوقعات أهمية بالغة يكتسيها التلقيح ضد الإنفلوينزا الموسمية خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة وكبر السن وفي زمن الجائحة يبقى هذا التلقيح ضرورياً للحماية من نزلة البرد والرجح كثيرون ينتظرون وصول هذا التلقيح ضرفوف السيدليات غير أنه لحد الآن لم تبدأ عملية توزيعه وتسويقه والجديد هذه السنة هو أنه لن يسلم إلا بوصفة طبية عبد السلام الخلوي وابراهيم العوتي تغير واضح في الأحوال الجوية ببلاد هذه الأيام فترة يكثر فيها فيروس الأنفلوينزا وينتشر بشكل واسع ظاهرة صحية موسمية معتادة غير أن هذه السنة تأتي في وقت نزل فيه فيروس كورونا بكل ثقله في جمع أنحاء العالم فترة كذلك ازداد فيها اهتمامه وانشغل مواطنين باللقاح المضاد للأنفلوينزا غير أنه غير متوفر لحد الساعة بصيدليات هنا الفرماسين على أساس باش ناخد واحد الفاكسة اللي المحتمل أنه يكون في شهر سعود كي يكون في شهر سعود في جميع السيداليات إن هات السنة هاتي يتبين أنه غير موجود غير متوفر لدى جميع السيداليات هنا بمكناس وهذا الفاكسة اللي كان نستعمله للوالدين دينا اللي عندهم أمراض مزمينة على دور كل سنة وحيماية باش ميكونش واحد المضاعفة بصير توحنا كانت زامنه مع هاد وباء كورونا للصراحة أنا عمرني ما درتو ماما وي ماما تدير هاد الفاكسن وستدوزها زعما بحل ما عمر ما كانت فيها شي حاجة منتت تاخد لات خاتمان لأوالو ما يتدير لفاكسن شاكاني وباليقات واغ بنادمي يديرها باشي إيفيد تعليه الغيسك سينو ضبق مع تخلطات مع كورونا كل شي تي شكا ناري لها الرواح في انتظار اعتماد اللقاح يكبر السؤال داخل الصيدليات عن وقت وصول الدواء ليكون متاحا للذين هم في أمس الحاجة إليه من المرضى أو غيرهم من الراغبين في التطعيم به أمل المواطنين كبير في أن يتوفر المنتوج الدواء هذا في أقرب وقت نظرا لأهميته في هذه الظروف الصعبة التي أفرزها وباء كورونا الفرماسي ما زال ما متواجدش فيهم والناس بزاف بغين يستعملوها في هذا البريود نورمال ممكن تقدخل في شرط سويت عندما احنا رحنا دخلنا لشهر حدا شواء غادي يدخل وما زال ما دخلتش ولكن بالضبط فوقاش غادي يدخل ما زال حنا برسنا ما عارفينش الناس بزاف يعني اللي محتاجينها خصوم كي توقتوا مع دبا هاد الموشكيلي الكورونا مع الغريب كينا اللي كتجيه مجهدها هي كتخفف شوية من هذه الحدة دي اللي فاش كتستعملها كتخفف شوية من الحدة دي اللي قريب فاش كتجي يكتسي هذا التطعيم أهمية قصوى بالنسبة للعديد من الفئات وخاصة منهم المرضى الذين يعانون من الأمراض الخطيرة والمزمنة وكذلك كبار السن وغيرهم إذ يوفر مناعة مهمة قد تكون ناجعة في حماية هؤلاء من الاخطار أدانت المملكة المغربية الهجوم الذي وقع اليوم بمدينة نيس الفرنسية معربة عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وعائلتهم وفقا لما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج وجاء في البلاغ أن المملكة المغربية تدعو إلى تجاوز السياق السلبي والمناخ المتوتر حول الدين وتحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر هذا وارتفعت حصيلة الهجوم بسكين الذي وقع اليوم بكنيسة نطخدام بنيس إلى ثلاثة قتلى وبمجرد الإعلان عنه توالت التنديدات الدولية بهذا الاعتداء كما فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا فيه مع الإعلان عن رفع درجة التأهب الأمن في المباني وسائل النقل والأماكن العامة بدرجة طوارئ لمواجهة اعتداء وهي درجة التأهب القصوى بلا هوادى يواصل الفيروس تفشيه بسرعة كبيرة حاصدا المزيد من الأرواح كل ساعة الوضع بات دقيقا وصعبا بتطلب تشديد الإجراءات وجعلها أكثر سرامة في عدد من الدول لسيما الأوروبية حيث تستشري الموجة الثانية من الرباء عبدوها بالكاراتي تشهد أوروبا أسرع انتشار لوباء كوفيد-19 بتسجيلها أكثر من 220 ألف إصابة جديدة يوميا خلال أسبوع أي بزيادة 44% مقارنة مع الأسبوع الماضي سرعة التفشي دفعت بالعديد من الدول الأوروبية إلى فرض إجراءة مشددة فيما لجأت دول أخرى إلى فرض حضر تجول ففي ألمانيا بلغ عدد الإصابات رقما قياسيا جديدا أزيد من 16 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية وتسع وتمانين حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات أكثر من عشرة ألاف والإصابات تعدت 490 ألف إصابة ولمواجهة تفشي الجائحة أعلنت المستشار الألمانيا عن إجراءات جدرية بما في ذلك إغلاق لمدة شهر للمطاعم والمراكز الثقافية إلى جانب دعم للاقتصاد تصل قيمته إلى 10 مليارات يورو وفي فرنسا فرد إغلاق لمدة شهر على الأقل واعتبارا من الجمعة لن يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للعمل أو لأسباب طبية إيطاليا التي كانت بؤرة الوباء خلال الموجة الأولى فردت بدورها قيودا جديدة ستظل سارية لمدة شهر وفي إسبانيا فرد قبل أيام حضر التجول في جميع أنحاء البلاد من 11 ليلا وحتى السادس صباحا أنهى ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وساطة أمريكية على أن تعقد جولة مقبلة الشهر المقبل ووصف بيان مشترك للمنصق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والحكومة الأمريكية محادثات الأمس واليوم بالمثمرة مؤكدا أنهما لا يزالان يأملان أن تؤدي تلك المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره أعلنت السلطات في مدينة فلادلفيا الأمريكية فرض حضر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك في أعقاب ليلتين من أعمال شغب ونهب جرت خلال احتجاجات عنيفة على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة ومن المقرر أن تنتشر في فلادلفيا عاصمة ولاية بنسلفانيا قوات من الحرس الوطني للسيطرة على الوضع نبقى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث اجتاح الإعصار زيتا لويزيانا ترافقه رياح بلغت سرعتها مائة وخمسة وسبعين كيلومتر في الساعة وأحضر المركز الوطني الأمريكي للأعصير من أن الإعصار سيتسبب بالإضافة إلى الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بأمواج عاتية وارتفاع منسوب سطح البحر وأصدرت السلطات تحذيرا يشمل المناطق الممتدة على مسافة ثلاثمائة كيلومتر من مدينة مورغان في لويزيانا إلى الحدود بين ولايتي ميسيسيبي وألماما نتابع بالخبر الوطني بالرباط التوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز الكفاءات للتغيير المناخي واللجنة المناخ بمنطقة الساحل ترمو بالخصوص تعزيز العمل المناخي في هذه المنطقة من خلال المخطط الاستثماري للتغيير المناخي بمنطقة الساحل تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية سيام بوخليفي وجهة لبري للمغرب التزامات عديدة في مجال التصدي لظاهرة التغييرات المناخية حيث أطلق العديد من المبادرات في هذا المجال خصوصا على مستوى القارة الإفريقية من خلال خلق لجنة تتعلق بالساحل وبالتغييرات المناخية وعن طريق المجهودات المبدولة من طرف مركز الكفاءات للتغييرات المناخية ذلك يدخل في إطار كما قلت التزام بلد دينا في تعاون الدولي في مجال المناخ في تعاون أيضا المغرب الإفريقي في تعاون أيضا لدعم هذه المجموعات سبق أن نساهمنا ولازم نساهم كل ما يتعلق بحوض الكونغو واللي كانت عنده نتائج طيبة المركز قام بدور كبير جدا مع تلك الدول وقام بدور كبير أيضا من أجل تحديد أفاق للصيط مارات الواعدة وفي هذا الصدد تعاون جديد سيصهر من خلاله مركز الكفاءات للتغييرات المناخية على القيام بدراسة حول ما يمكن القيام به في هذه المنطقة لمواجهة الإنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة مع رصد الاستثمارات والمبادرات التي من شأنها أن تخلق دينامية اقتصادية واجتماعية بهذه الدول عن طريق تطوير الكفاءات والقدرات عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون والفرانكوفونية والاندماج الإقليمي والقابونيين بالخارج عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب مستقبلا في إطار شركة اقتصادية رابح رابح وكان ذلك خلال جلسة عمل جمعت المسؤول القابوني برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء تفاصيل اللقاء مع أمين هنوي ومحمد العروس جلسة عمل بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعطاء انطلاقة جديدة للعلاقة الاقتصادية وتجارية بين البلدين خصوصا في مجال التكنولوجيات الحادثة والمتطورة وصناعة السيارات لقاء يهدف أيضا للرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتي تبلغ سنويا حوالي ملياردرهم تسعى جمهورية القابون للاستفادة من الخبرات الاقتصادية المغربية التي تشمل عدة مجالات بالإضافة إلى جودة الخدمات التي تقدمها المقاولات المغربية نتوفر على علاقة تنائية ممتازة منذ أمد بعيد ونود استثمارها في تقوية العلاقة الاقتصادية على أساس رابح رابح نهدف من خلال هذه الجلسة إلى تحديد السبول الكافينة بتطوير العلاقة الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية القابون خصوصا في ذل انتشار وباء كورونا المسجد سنعمل على الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل هناك رغبة أكيدة ومستمرة للمقاولات المغربية للاستثمار في القابون وتعد المملكة المغربية من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقابون باستثمارات مالية تناهي 600 مليون دولار خصوصا في مجال الاتصالات الأبناك والمناجم معطيات يسعد طرفان لاستغلالها من أجل تطوير العلاقة الاقتصادية وجعلها نموذجا للشركة والتعاون بين الدول الإفريقية شهد الشريط الساحلي لمدينة سلا وبالضبط المنطقة المقابلة لحيس ديموسا مدى بحريا قويا صباح اليوم بعدما تعالت الأمواج واجداحت مياه البحر عفوا عددا من المساكن المجاورة الموجودة على طول الشاطئ بعدما جرفت معها قطعا سخرية من مختلف الأحجام ما تسبب في حالة من الذعر الروبرتاج من عين المكان للاطفة بن حليم عبد الامزاحم كان كل شيء عاديا صباح اليوم بالشريط الساحلي لمدينة سلا إلى حدود الساعة التاسعة صباحا حين ارتفع فجأة علو أمواج البحر خصوصا هنا بالمنطقة المقابلة لحيس ديموسا المياه اجتاحت هذه النقطة الساحلية جارفة معها قطعا صخرية مختلفة الأحجام مما تسبب في حالة خوف لدى الساكنة لكنها لم تلحق خسائر بالمنازل ولا بالمحلات التجارية 9 و 8 بحر كان كل بحر على موجة 4 متر 5 متر وصنة اللي هنا وما كانت شيء خسائر بحر دائما كيدير مرة مرة من العام العام كيدير هذه الشهادة كيخرج هذه الخرجة كيدير الحجار كيلوح الحجار المد البحرية الذي تروح علوه ما بين 4 و 5 أمتار أضحى ظاهرة تتقرر في السنوات الأخيرة في كورنيش مدينة سلا وخصوصا على مستوى حي السيديموسا حيث تتجاوز الأمواج الساحل لتصل إلى المناطق السكنية ملحقة أدرارا متفاوتة بالمنازل قاطنوا هذه المساكن يطالبون السلطات بإيجاد الحلو من سرع إلى سرع حتى سرع تلات سرع جيش ديما كنستحملوا هاتشي ديما خصنا نديروا حد الصور هنا نديروا حد الصور ضرور يخصيك من الناس السلطات المحلية تدخلت على الفور لإزاحة الأتربة والأحجار مع إصلاح الأدرار وإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالشريط الساحلي للمنطقة المقابلة لحي سيديموثا وكانت المديري العام للأرصاد الجوية قد حذرت أول أمس التلتاء من أن سواحل الأطلسية ستعرف ابتداء من اليوم أمواجا عالية يتروح علوها ما بين 4 و 6 أمتار بالمناطق الساحلية وبالدار البيضاء دربت عشية اليوم أمواج عاتية كورنيش عندياب وغمرت مياه البحر بعض المنشآت والمسابح مخلفة وراءها بعض الخسائر المتيع الصور التي نشاهد هي بكاميرا عشور بن مسود الآن للعرائش وتحديدا ميناء المدينة الذي يلعب دورا مهما في إنعاش الاستثمارات البحرية وتثمين المنتجات السمكية هذا الميناء أصبح اليوم من الموانئ المتميزة من حيث البنيات التحتية والتدبير المستدام للمنتجات البحرية حسن طباعي ومحمد توانينا ميناء العرائش واحد من الموانئ المغربية التي تتميز بإرت تاريخي ونشاط تجاري بحري تواصل عبر الحقب يمثل اليوم إحدى البينات الأساسية في تنمية قطاع السيد البحري حيث يشتغل بالميناء حوالي أربعمائة وخمسين من بواخر الصيد تتوزع ما بين الصيد الساحلي والتقليدي هناك واحد النشاط المهم جدا وكينفرد به إقليم العرائش هو صيد الطون حيث عندنا واحد مجموعة المزارب التي تشتغل في القطع هذا وكتشغل واحد عالم العاملة تقدر بما يناهي 700 عامل وكتنتج تقريبا القوطة المغرب من هذه الطونيات وهو تقريبا 3000 طون سنويا قطعة الصيد المحري بالنسبة لإقليم العرائش واحتعال المستوى الوطني هو رافع اقتصادية مهمة وهو كشكل قلق اقتصادي دي المدينة دي العرائش والإقليم وموريد أساسي دي العملة الصعبة بالميناء سوق للسمك من الجيل الجديد والرواج التجاري يتواصل طيلة اليوم لتسويق المنتجات السمكية من القشريات والرخويات وباقي الأنواع المكتب الوطني للصيد شرع في تفعيل توجهات الدراسة المتعلقة بإرساء تصور جديد لتسويق المنتجات السمكية وقد انبتقت عن هذه التوجهات مجموعة من المشاريع التي تخص مختلف الجوانب من بينها تعزيز الإطار تنظيمي للقطاع تحسين فعالية البيع وحوسبة المزاد العلني تأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة وتتمين السمك إعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة الإنتاج من الثروة السمكية يروح بالميناء التسعة آلاف تون برقم معاملات يصل إلى 128 مليون درهم مما ساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واستثمارية بالمنطقة لتتمين المنتوج والارتقاء بجودته توفي صباح اليوم بمستشفى سيدي اعتمان بالتار البيضاء الصحفي إدريس أوهاب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الراحل خريج المعهد العالي لإعلام والاتصال بالرباط وكان له مسار مهني حافل حيث عامل الفقيد سنوات عديدة مذيعا في قسم الأخبار بالقناة الثانية أقدم أولى النشرات الإخبارية وساهم في إنتاج مجموعة من البرامج الإخبارية قبل أن يلتحق بالقسم الرياضي وبعدها براديو دوزم واتسم عطائه بالمهنية والجودة رحم الله الفقيد وألهم ذويه السبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون في الرياضة أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباراة نادي الزمالك ورجاء البدوي في إياب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا والتي كانت مقررة الأحد المقبل لأجل غير مسمى وذكرت الكاف أن اتصالات تجري بين النديين وخبراء من الكاف من أجل تحديد تاريخ جديد للمباراة في انسجام تام مع اللوائح الجاري بها العمل وبما يحفظ مصالح النديين وتبعت أنه بناء على طلب من السلطات المصرية تقرر أيضا تأجيل مباراة نهائية وضحا أن اتصالات رسمية تجري حاليا للتوافق حول التاريخ المناسب بحسب الأجندة أبناء وبنات زرياب يحيون الذكر السنوية لمولد خير البرية لأمسية دينية تتغنى بسيرة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام تقليد سنوي دأبت عليه هذه الشمعية لنشر أسس التعلق بشخصية سيد الخلق خاصة بين النشئة أنيسة أبوميدي وسعيد ناجح نادي أحمد لوكيلي بطنجة أنشطته متعددة من الطرب الأندلسي إلى الأغنية العصرية لكن ولكون المناسبة لها قيمة روحية لدى المسلمين أبت جمعية أبناء وبنات زرياب للحفاظ على الموسيقى الأندلسية إلا أن تحيي هذه الذكرى العطرة بأمسية تتغنى بسيرة خير الأنام وحنا دائما كان نشجع للمواهب الشابة وكل ما هو ناشئة على التوعية وتحسيس بهذا العيد بالحقيقة اللي هو ديني ودياسي دنا رسول الله ويش يفهمون بأن التقاليد دينا المغربية فيها ما هو صوفي وما هو موسيقي وفيها ما هو روحاني لكن نذكره رسول عليه الصلاة والسلام والأمداح وكي جمعوا الوليدات الصغار وبعد المرة كان نعملوا حتى النقش الحنى ويعني كانت تكون واحد العيدة متميزة عنا هنا هكذا دأب أهل طنجة على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف التغني بقصائد تعدد مناقبة ومزايا سيد الخلق للأسف هذا العام بسبب الظروف الراهنة أنا يعني اكتفينا بعدد قليل دي الأعضاء دي المجموعة وكان حتفلوا بذكر النابي صلى الله عليه وسلم كان متحوه كان متحو الأخلاق دياله والسيرة دياله كان حتفلوا في نادي دينا بذكر الرسول وكان متحوه ماشي مجرد غناء هذا متحف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متحو الأخلاق دياله والسيرة دياله وكنت شرفوا أننا نحن نغني وكنمتحوا الرسول عليه الصلاة والسلام أنا كنشارك في هذه الأمسيات هذه الأمسيات التي نقوم بهم بمناسبة عيد الموليد النبوي وهي تكون من أمداح وأسماء وهي عبارة عن تشجيع ووحد توعية لجن في العمار دينا باش يحافظوا على هذه الطورات أسلام عليك يا من خصه ربه بالفضائع في الزوايا والأدرحة والمساجد كما في النوادي حال ندي أحمد لوكيلي تلقى خصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمجيدا لسيرة العطرة للرسول عليه أفضل السلام حال ندي أحمد لوكيلي تلقى خصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم البعث والقيام أحمد لوكيلي تلقى خصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله وإلى سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة نهاية النشرة مشاهدين تذكير بأبرز ما جاء فيها العالم الإسلامي يحتفل اليوم بذكر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم منسب يتجسد في أحب المغاربة للرسول الكريم والاعتبار بسيرة العطرة وبيان شمائله في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و66 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية أمواج نعاتية اجتاحت الشريطة الساحلية الأطلسية على مستوى سيد موسى بسالة جرفت معها قطعا صخرية من مختلف الأحجام المد البحري شمل أيضا عدد من الشواطئ من بينها شاطئ عن دياب بالدار البيضاء موسيقى ميناء العرائش على الساحل الأطلسي قطب استراتيجي للصيد وأهمية قصوى يكتسيها في تثمين المنتوجات السمكية وإنعاش الاستثمارات البحرية موسيقى تقام النشر يشكر بقائكم معنا مشاهدين إلى الغد بإذن الله موسيقى 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 موسيقى